أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن إحدى دوريتها في جنوب البلاد تعرضت لإطلاق نار من الخلف مرجحة أن يكون وراء الحادث أفراد تابعين للجهات غير حكومية قالت القوة في بيان أن مجموعة من الأفراد كان واحد منهم على الأقل مسلحاً حاولت منح حرية حركة دورية اليونيفل في قرية بدياس اليونيفل أشارت إلى أن أحداً لم يصب من جنود حفظ السلام التابعة لها وأنها فتحت تحقيقاً في الحادث